التنظيم الإداري لدولة الأمير عبدالقادر المتاطعات الإدارية اختيار خلفاء الأمير والقسم ومرتب الخليفة الحلقة الحادية عشر من سلسلة الجوانب الارتصادية والاجتماعية في دولة الأمير عبدالقادر السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأثنوا المصدر ومرجع المعلومات الموظفون الإداريون الخلفاء هم موظفون ذو السلطة كانوا يعينون من طرف الأمير عبدالقادر لمدة غير محددة ومن بين القادر المهمين لقد كانت لهم سلطة واسعة إذ يهتمون بجمع الضرائب ومراربة الأغوات والقويات في حالة السلم أما في حالة الحرف ينطلبون إلى قواد عسكريين يديرون شؤون الحرب من تنظيم العمل وتجهيز الشاب للقتال ولم يكن اختيار القادر أمر معتباطيا يناله أي شخص في دولة الأمير بل نجده اعتمد في تعيين هؤلاء القادر أسو الجديدة وطواعي الثابتة فكان يختار العالمين بمبادئ الإسلام والشريع والمتفوقين في ساحات القتال لقد كان الخليفة يضع تحت تصرفه مجموعة من الأغوات وكل أغا يتصرف بدوره في عدة قويات ولتلقايد مساعدون يعتبرون نوابه ويتلف كل واحد منهم فيطرة تتوزع على بعض الدواوير ويتون على تلدوار شيخ على أن يتون هؤلاء الموظفون على اختلاف درجاتهم ذوي صالحيات إدارية ورث السلم وواجبات عسكرية وقتالية ورث الحرب القسم يمين الأداء كان الخليفة يقوم بأداء القسم على الصحيح البخاري بأن لا يزوغ عن طريق الحق في أداء مهمته وبعد ذلك يصدر مرسوم التعيين الذي يحرره ديوان الأمير ويختم فعله بخاتم الإمارة الذي نجده على شر دائرة كبيرة نطش في محيط البيت التالي من تصيدة البرد للبصراوي رحمه الله ومن تكون برسول الله نصرته إن تلطاه الأسد في أجامها تجمه وفي جوانب الخط نجده مرتوب عبارات الله محمد أبو بط عمر عثمان علي وفي وسط الدائرة الواثق بالله الطوية الماتين ناصر الدين عبدالقادر بن محي الدين ونجده مدوّن عليه التاريخ الهجري أيضا مرتب الخليفة وتوجيه الأوامر خاصة الأمير عبدالقادر الخليفة مرتب قدره 110 دور ما يطابل 550 فرانتا شهريا وفوط ذايت أصع من الشعيط اليوم وذايت لتمتينه من القيام بواجب ضيوفهم الكثيرين والذي كان موطعهم يطودهم إليهم بلا انقطاع أما مرتب الأغوات فهو بقيمة عشر طول المداخل إما نردا أو عينا وفيما يتعلق بتوجيه الأوامر فقط كانت الأوامر تصدر من الخليفة إلى القيد الذي يرفعها إلى الآغة وهو يرفعها بدوره للأمير وهذا بالنسبة للقضايا المهمة أما القضايا البسيطة فيفصل في أمرها قبل أن تصل الأمير حسب ما يرى ويتفق مسؤول الدائرة والعشيرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد